بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين في سلسلة وعود إلهية بتاعت الصيام ده عاوز أكلم كل لدي عن وعد الغفران وعد الغفران من أهم الوعود المريحة جداً وفرحة لما فيش واحد فينا مش محتاج كلنا بنغلط وكلنا أخطأنا على كل المستويات أخطأ بمعرفة بغير معرفة أخطأ بالفكر أخطأ باللسان أخطأ بالفعل خطايا بإرادة خطايا من غير إرادة خطايا متكررة خطايا كبيرة بشعة طبعاً ده حمل وكلنا بنحس أنه طب وبعدها اللي تعمل ده هنوديه فيهن والخطايا أحياناً يعبر عنها في الكتاب بأنها دين جربته تكون مديون ومعندكش تسد الدين حساس صعب لأنك عاوز تتحرر جربت تبقى مسجون وعاوز تطلع من السجن حساس صعب إذن الخطايا بتعمل كده وكل البشر بيغلطوا من أول آدم وحاول آخر التاريخ كلنا بنغلط إذن كلمة مغفورة لك خطاياك دي من أجمل الوعود الإلهية والموضوع ده وضح قوي معنا في الصيام الكبير تلاحظوا أن الكنيسة بتبشرنا في الصيام الكبير بعض الغفران حطلنا مثلاً قصة الإبن الضال تقول لنا بصوا بجمال ده بصول لحظة دي عنده إحساس زنب وفظيع اللي عمله ما يتصلحش الفلوس راحت خلاص ملايين راحت وكرامة أبوه يعني تجرح تجرح ما يتصلحش والأيام اللي راحت والنكد اللي حصلوا كل ده هيتصلح إزاي هنرجع الزمن ده كله إزاي فجاي الولد راجع لبيت أبوه عنده كل مشاعر إحساس أنه أنا عارف ما فيش حل بواسط الدنيا ولست مستحقة نقدع لك ابن أكيد يفاجأ بقى لأن الغفران مش صعب يعني لأ الأب بيجري عليه يغضف حضنه خلاص يبقى غفران مضمون ضمنياً كده وبعدين الوعود اللي بعد الغفران هاتو الحل الأولى ولبسوه يعلو خاتم في يده حزاء في الرجلين يلا ناكل ونفرح ابني كم ميت وعاشوة يبقى خلاص في غفران على فكرة في قصص الكتاب أحياناً الغفران لا يعلن لكن يفهم ضمنياً لأنه كان بيقول له اجعلني كأحد أجراءك ملحيش يقول لأنه موقف الأب يا ابني انت ابني خلاص رجعت ابني من بادر من اللحظة اللي جيت كده خلاص ودخلته البيت ضمنياً معناها ايه غفران رجعوا بيتها ابو خلاص تروح للسامرية تلاقي برضو قصة الغفران السامرية مش قادرة تقول سامحني تقول سامحني على ايه ولا ايه ده عيشة كلها غلط من أولها من الأخير فهي معندهاش حتى رجاء ومعندهاش دماغ تقول سامحني وتقعد تعد خطايا هتقعد السنين تعترف إنما فجأة المسيح بيساعدها كده تلخص العيشة اللي خبطها كلها في جملة كان لك خمسة أجواج أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك لكن أنت قلت لم ليس لي زوج هذا قلت بالصدق قالت له أنا شايف أنك نبي يا ضمنياً عاوزة تقول له هو ده ممكن يتشال كل ده ممكن يتشال يتلغي ده دي حاجات ما تتشال إزاي فقلت له طبعاً وزا الزجود فكرة أن السجود يدي غفران أروح فين وأنا أزجد قول لي أي مشوار عمهله عشان أشيل البلاوي دي كلها قال لها السجود بالروح السجود دلوقتي موضوع سهل يا بنتي خلصت خلاص ثابت الجرة من منتهى السعادة لأنها ضمنياً قبلت الغفران مسيح محتاجش يقول لها مخفورة لك خطاياك بالسيس توعبته فحست بحرية وسعادة أمرها ما دقت وبان عليها طبعاً التغيير لما جريت تقول لهم تعالوا تعالوا كأنها عاوزة تقول لهم تعالوا خدوا غفران ببلاس تعالوا خدوا حب بلا حدود تروح للمخلع طب المخلع كان العملة لعملها زمان أو العمايل بتاع الزمان خليته يتشال بانت في آخر جملة قالها المسيح لا تعود تخطئ أيضاً لألا يكون لك شر رحلوا المسيح هتريد أن تبرك ما ليش حد قوم يقوم يبقى غفران قام يجري وفرحان وبتاعه وبعدين رح يقول له المسيح ايه ما تغلطش تاني يعني أنا شلت اللي فده كله ما تغلطش تاني بقى زي التي امسكت في ذات الفعل غلطان ممسوكة في الخطيئة يعني مين هي بررها دلوقتي مين يقدر يغلوش على الموضوع ومسكن له الحجار وكل اللي يعملوا المسيح يمشي بتوع الحجار أما دانك أحد لا يا سيد الله ولنا ولنا يعني مغفورة يعني أنت مسامح مسامح بس يلا ما تغلطيش تاني هي السعادة اللي هي فيها إذا وعد الغفران يا أحبائي من أجمل وعود الكتاب كلنا بدون استثناء مشتقن له محتاجينه جداً كلمة حل واخفر وصفح لنا عن سيئاتنا صنعناها بإرادة وغير إرادة ونقعد نحط بقى اللستة كلها وأبونا بيقول طهرنا حالنا باركنا يعني بيشيل اغتعى رباطات خطيان وعد الغفران بيفكرنا الأول بصعوبة الغفران ليه لأن الخطايا كتير لو كنت هتسدد طب هتسدد من كم سنة بقى هتسدد إيه ولا إيه وبعدين هتسد إيه إذا كنت كان خطايا خلصت ما فيش محاولة ترجع الماضي وتصلحوا إنما بصوا ربنا يسوع من أول أشعية واحد وأشعية ده حبيبنا في الصيام الكبير يعني بعد ما أتكلم من أول إصحاح أدي إيه زعلان من اللخبطة اللي في الشعب هلوم هلوم أنا تحاجج يقول الرب بصوا بعد الغفران أدي إيه حل لو خطاياكم كالقرمز يعني إيه بقعة قديمة غمقة ما تتشلش أبدا طبيض كالتالك ولو كانت حمراء كالدودي خمرة اللي تبقع يعني تصير كالصوف إن شئتم وسمعتم تاكلوا خير الأرض يعني سامحكم ووريكم جمال حياتما بعد التوبة وبعد الغفران اللي جات تبكي على رجلين المسيح ما قدرتش تقول له سامحني على اللي عملته مش قادرة حتى تنطأ الكلمة زي مش قادرة أحيانا في بعض المعترفين من كتر مقلبهم واجعهم يدخل يعيط مش قادر يقول حاكم سوا ضمنيا جاي ليه نفسه شاهوة قلبه حتى لو مستبعد قوي أنا اللي زي مش معقول تسامحوا بعد ده كله بيبقى نفسه بس مش قادر يطلب حتى قاعدت تعايت وخلاص أما المسيح الليها إيه وغفرت خطايا هالكسية ما هي ما طلبتش يا رب وما تستجراش تطلب والناس كلها عارفة إنها وحشة هي مش بتحبني خلاص خلاص يا رب يا كل الزنا اللي عاشت بيدها خلاص كل الخطايا دي تشالت هتشالت ليه بتحبني بتحبك ده الموضوع مش صعب بقى اللي يحبك تسامحوا هو النظام كده اللي يحب ربنا قوي يسامحوا على كل حاجة حتى لو معرفش يقول سامحني يعني أنا تعجب إن اللي الصليمين واللصليمين قال سامحني قال ولا معالش ما معالش وقال اغفر لي قسرة خطاياي ما قالش قال كرحمتك يا رب وليس كخطاياي ما قالش وقال اسكرني عارفش يقول غير كذا يعني لو في أمل تفتكرني فتكرني ضمنيا كانت ايه خد غفران وهفتكرك والنهار ده تبقى معي في الفردوس كمان غفران ضمني يا رب انت بتدي غفران حتى للي ما طلبوش واللي ما بيطلبوش دول مش معناها مستقلين بيه مستكترين الغفران على نفسهم لسه واحد بيقول لي أنا ملياش عين أقول له سامحني مرة واحد مسك ايدي قال لي لا ما تدينيش الحل ما استهلش ليه يا ابن كده وعد يبكي قال لي ما أنا يا ما خدت حل وخدت غفران بس أنا ما احترمتوش قال لي لا ربنا عاوز اديك الغفران تاني ربنا طيب قوي الهنا يكسر الغفران وعد الغفران من أجمل الوعود اللي يحتاجها الانسان طول حياته يبقى الانسان ملخبط ولو فاهم نفسه كويس يبقى مكسوف من نفسه فعلا اي انسان صريح مع نفسه لازم يبقى مكسوف من نفسه وربنا مجرد الانسان خجلان من نفسه ده معناها ايه دي بداية حب ما هيكسفتك من نفسك دي معناها انك ايه ما كانش مفروض عمل فيك كده انت قطيب من اني تعمل فيك كده يا رب يعني احنا نقول ايه قدام كل اللي انت عملته معنا فعشعية 53 يورينا تكلفة الغفران عشعية بتاع الغفران بزاهة سيقول الرب سر ان يصحق بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اسم عند اليهود زمان في حاجة اسمها ذبيحة الخطيئة عشان تاخد غفران لازم اسمها ذبيحة اسم طب وهي هل تقدر سيران وتيوس دم سيران وتيوس يخفر خطيئة في الحي ما يضارش طب امال ايه لازم يجيب مسيح يقدم ذاته زبيحة تكلفة عالية جدا تكلفة مخيفة ولا مليارات ولا اي حاجة في الدنيا جنب دم المسيح مصارة الرب يده تنجح اذا ما هي مصارة الرب انه يسامح الناس انه يشيل خطاياهم مشروع الالهي انه ينقذ البشرية كلها من الخطيئة وبالتالي لازم يدفع التمن والتمن غالي جدا جعل نفسه ذبيحة اسم من تعبه تعب قوي في الصليب من تجسد للصليب مشوار متعب جدا يارا عاوز تشوف ايه عاوز اشوف ناس متحررة من الخطيئة عاوز اشوف ناس مغفورة لها خطيئة يارا ويشبع وبعدين يكلم عن المسيح في التزلل وفي الامه يقول عبدي البار لانه اخذ شكل العبد بمعرفات اللي يقول انا اعرف المسيح خلاص يا تابر فدال قلت اعرف المسيح يعني الخطايا ترحت عليه تحطت عليه اسامهم يحملها هدي تكلفة الغفران في الوقت اللي بتقوله سامحني يقول لك حاضر في تمنعاء غالي جدا مدفوق لكن هو بيقول حاضر يا حبيبي مسامحك تاني تالت عاشر مسامحك بس انت مش واخد بالك من هديتك لفعال يا اوه يقول احزان انا حملها اوجعنا تحملها نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مزلولا تعال المسيح طب ليه ده كل مجروح لاجل معاصينا مصحوق لاجل اثامنا يعني اللي بيحصل ده كله هو ده تمن خطايا البشرية تمن خطيتك يعني الموضوع يخصك شخصيا ان الالام دي كلها والاوجع دي كلها والاهانات دي كلها هو ده التمن مصحوق لاجل اثامنا تأديب سلام عليه بجراحاته شوفينا كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد الى طريق كلنا بدون استثناء ضالين كلنا خطاء كلنا لست لست كده من الخطائي والرب وضع عليه كل ده تحط على المسيح اسم جميعنا ظلم اما هو فتزلل ولم يفتح فا كشات انسيق الى الزبح كنعجة صامتة ليه صامت يا رب اقول ايه مولا دي غلطانين فعلا عارفين احد معاني كنعجة صامتة معناها ايه اقول ايه لو اتكلمت يبقى مش حقاني هما كلهم يستهلوا الاعدام فعلا كل البشر خطاء ليس بار ليس ولا واحد فانا جاي عشان ادفع التمن فلازم اسكت اسكت لان ما فيش دفاع مش لان المسيح خاطي لان احنا خطاء تصوروا ابا رايح ابنه عامل عاملة في المدرسة الاب ده يقدر يتكلم ابنه غلطان بجات هياخد الكلمة انفوشه ويسكت ليه ابنه غلطان بجات تبدأ من اسو غلطان مرة احنا غلط كل البشرية فكان لازم يفضل صامت حتى لو فيه زل من اجمل تعبيرات اشعية لما يقول الهنا يكسر الغفران لان كلنا نحتاج غفران بكسرة وعد الغفران متجدد يوميا ولحظيا هتصور ان المسيح كل شوية يقول لك مخفورة لك خطاياك مفاجئة فاكرين مين اللي خد المفاجئة دي المفلوك مفلوك كل شهوة قلبه يخف يقوم يمشي سمع المسيح بيش شلوه حطوه نزلوه عملوه المسيح بصوا لهم كده باعجاب وعشان بيحبوا المسيح وبيحبوا الراجل قالوا مخفورة لك خطاياك وبعدين لما الناس ما قدرتش الكلمة قالوا انتوا عارفين دي ايه ده الشفاء ولا حاجة جنب الغفران هو اكتر اسهل ايه غفران ولا شفاء طبعا الغفران اصعب لكن اللي كيتعلموا ان الابن الانسان سلطان على الارض قوم ويمشي دي سهلة دي لكن الغفران اهم واصعب الداله غفران حتى دون ان يطلب ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره ليتوب الى الرب فيرحمه وإلى الهنا لأنه يكسر الغفران كل ما توقف قدام ربنا تقول له سامحني اقول له معاها انا عارف انك ايه كسير الرحمة هي نفس فكرة كسير الغفران انت كسير الرحمة ما رحمك يا الهي كسيرة جدا بس بنقولك ايه في التسبحة اكتر من رمل البحر اكتر من قطرات المطر وانا محتاج ده كله ليه لان خطاياي معدية ده كله برضو كل كلمة ابانا الذي فيها طلب غفران اساسي اخفر لنا زنوبنا لاننا كلنا عارفين ان احنا بنغلط كتير فيه قديسين كان يقولوا ابانا الذي كل ساعة ويقولها بتركيز من كتر حبهم فابانا الذي لان دي بتدخل السماء متى صليتهم فقولوا مسيح اللي قال كده فعلمنا نصليها كتير وكل مرة نلحها لايه اخفر لانا لانه ده طلب مهم جدا وغالي جدا صحيح حطله شرط كما نخفر كما نقدرش ننساها كل عشية وكل اداس لازم ابونا يرفع الصليب ويطمن الشعب ويقول ايه مغفرة لكم خطايا كل هو الحل تخضوه في كل عشية وكل اداس وكذا مرة قبل التناول على طول تلاقوا ابونا بيهمس كده بيوشوش المسيح يقول له ايه من اجل خطايا ونجسات قلبي لا تمنع الشاب حاللنا اسمعوا الكلمة دي ابو نقولها حالل شعبك يبقى بيطلب من المسيح ايه عشان يقدروا يتناولوا حاللهم لان ما تحلونه على الارض يكون محلول في السماء كل الشعب ده ياخد الحل ويدخل يتناول بس انتم عارفين ده مكلف قد ايه تكلفة عالية جدا بس ده وعد الغفران عشان كده يعطى لمخفرة الخطايا وحيا عباده كل اعتراف بتاخد في حل كل كرياء ليسون وكل مطانية فيها غفران كل صلاة يسوع يا رب يسوع المسيح ابن الله الحيرحمني انا الخاطئ كل ده في غفران اذا احنا كنيسة مقدرة اوي الغفران وعرفة جمال وعد الغفران وحلوته وزي ما قلنا في البداية افهم الوعد واحفظه وفكر فيه وتأمل فيه وهضمه ولح عليه وقوله للناس لانه ما اجمل وعد الغفران ما تقول الهنا كثير الرحمة ولا يحقد الى الابد يعني ما بيشلش الغلط جواه وخطاياكم لا اعود اذكرها اترحى في بحر النسيان كلام مريح جدا يمشي مع الغفران مبادرة الغفران يا احباء انت كل مرة تروح لربنا مكسوف من قبل ما تطلب بداخد في حاجة اسمها مبادرة الغفران زي اللي حصل مع الابن الضالي الاسبوع الجاي الولد ملحيش يقوله سامحني على البلاو اللي عملتها وعلى فكرة ضيعت كل الفلوس وعلى فكرة اخدوا بالحضن وخلاص فيه مبادرة الغفران هو المسيح لما تجسد ومات كان حد فينا يقدر يطلب انه يتجسد ويموت مين يستجرى يطلب ده كله المبادرة الالهية اتى وخلصنا هو جاي بنفسه عشان ينقذنا ورح للسامرية مبادرة منه عشان يسمحها ورح للمخلة عشان يسمحه ورح للمولود عام عشان يسمحه عشان يشيل ده كله ورح لزكة ووقف له تحت السجر عشان يسمحه اذا لما رأى ايمانهم قال للمفلوق يا ابني مغفورة لك خطياك اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذا هو ايضا كلمة خلاص زي كلمة مغفورة لك خطياك بالزبط خلاص خلاص ساعة يطلع واحد من الاعتراف كده يقول كده خلاص كده خلاص يعني ايه بجد صدقني بجد كل اللي فات خلاص خلاص كلمة خلاص حتى احنا بنحبها ليه لانها مريحة يعني الماضي ده كله تشال تشال لأيوب دي كلها جرايم دي كلها خلاص يبقى مش موجودة في رصيدك خلاص يعني الموضوع خلص ايوة خلص على خير صدقني خلص يقول في صفانيا ثلاثة الرب أزال الأقضية عنك يعني كان عليك أحكام قضائية كتير قوي شالها كلها زي دفع الديون عنها نفس المعنى الغفران كمان متجدد بمعنى ايه طول ما احنا عايشين بنغلط لسه هي حاجة تكسف طبعا بس احنا نرجع نقول له رحمنا يا رب لأني ضعيف طب انا اقول لك ايه ما اجمل اللحن بتاع الصيام لما بيقول له يا رب الحقيقة ايه ليس عبد بلا خطيئة ها ولا سيد بلا غفران يعني انت تسامح ولمو اغزى انا اغلط ليه مش عاوز اغلط بس انا وش غلط من عبد هرحمني لاني ضعيف مش قادر اقول لك مش اغلط تاني انت بتوصيني يا رب وتقول لي ما تغلطش تاني وانا اقول لك نفسي بس مش قادر اوعدك نفسي ما غلطش تاني بس اعمل ايه طول ما انا في الجسد ده مش اعارف اوعدك هحاول لكن ليس عبد بلا خطيئة اذا الغفران متجدد عشان كده القديس يحن له حكمة جميلة او يقول ايه ان قلنا انه ليس لنا خطيئة نضل لانفسنا بعض الناس بيعيشوا في وهم انهم بطلوا يغلطوا لا يا حبيبي لا تقول ما فيك نفس اياك تضحك على روحك وتقول انا ما بطلت اغلط لا يا حبيبي لا لا تبقى انت مش فهم حاجة تبقى في الريسي من اللي بيخضع نفسه ده تبقى عزارة جاهلات مش دريان ان اعترفنا بخطيئنا ما تقول انا بغلط خليك تاخد تاني وتالت ورابع ما الهنا يكسر الغفران انت مستكتر ليه تقول انا غلطان امين وعادل حتى يخفر لنا خطيئنا يبقى الغفران متجدد ويطهرنا من كل اسم يعني ايه انت ايوه في خطايا ظاهرة راحت طب الخطايا الخفية لسه بدري يمكن في خطايا فعلية وقفت طب الخطايا الدماغية والقلبية لسه بدري وطهرنا من كل اسم فطريق الغفران طويل ليه لانه اخرطه قداسة وطهارة ولا خلط فيش ولا خطيئة اللي من جوه لمن بره ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا يعني يجي يقول مغفورة لك خطاياك تقول له متشكر مش عاوز انا مش محتاج ها اصل انا ما بغلط طلعت ربنا كذاب تصوروا قاضي بيحكم بالبراءة المتهم فالمتهم يعند ويقول له على فكرة انا ما كنتش غلطان بالاول طب خليك في السجنة بقى انت ما تستهلش بصراحة يعني بيديك براءة عشان هو بس ايه يعني دفع التمن تقول له ما بغلط وتجذب تاني بتكذب ربنا ما هو يبقى ربنا يا هو كذب يا انت كذب طبعا احنا اللي كذبين ليكن كل انسان كاذبا ويبقى الله صادقا يعني ربنا لما قال لا بتغلطه ولسه بتغلطه هو مش بيكتب يا الحقيقة كده الغفران المتجدد ده مريح جدا ليه موجود في ميخا ميخا ده واحد من الانبياء اللي سبقوا المسيح ومع كده ادرك حلاوة غفران متجدد فقال الآية المشهورة بتاعت لا تشمتي بي عدواتي احنا مين عدوتنا الخطيئ او الشهوات او الشطان يشمت فينا ليه وقعتك تاني هدي شماتة دي ها زليتك تاني خليتك تغلط تاني جبت رأسك الارض تاني تقوله ما تشمتش فيا ليه ابويا مش بيسمح مرة واحد ولا مرتين ولا تلاتة ابويا طيب اول فلو رجعت له للمرة المية وقلت له انا اسف هيقول لي ما تعملش كده تاني ويسمحني فلا تشمتي بي عدواتي اذا سقط اقوم اقوم دي بتاعت الابن الضال اقوم وعمل ايه وازهب الى ابي واقول له ايه اخطأت تاني تاني لا تشمتي بي عدواتي لو وقعت تاني هقوم وروح وقول له غلط يبقى كل ما تغلط روح قوم تاني وروح لابوك ابوك في الصلاة وابوك في الكنيسة وروح قل له ايه اخطأت اذا جلست في الظلمة يعني لو غلطت وغلطت بزيادة وظلمتها خالص هينور برضو هيفضل عندي رجاء ان الرب نور ليه الغفران يشرق عشان كده يقول تشرق وشمس البر والشفاء فيه اجنحات زي ما الشمس بتطلع محاش بيعرف يوقف شمس الغفران دي ما اجملها في عالم كله ظلمة في قلوب كئيبة غلبتها الخطيئة تطلع الشمس كده تنور وايه محاش يقدر يوقف في نفس الاصحاح يقول له ايه من هو اله مثلك انا لو غلطت في نفس الشخص ثلاثة اربع مرات طبيعي ما يتعملش معي طبيعي ما يصدقنيش لو قلت له سوري سوري ايه بعد رابع خمس مرة انما انت يا رب غير البشر بجد من هو اله مثلك غافر الاسم كأن دي اجمل صفة بنحتك انا بيحب يسامح صافحون عن الزامب لبقية ميراسه لا يحفظ الى الابد غضبه بيركنش الغضب خلاص بدال جيت قلت له ناسف خلاص هل الاب مركن غضبه على ابنه لا الابن الضال من ساعة ما رجع بقى ابن شاطر خلاص طب وكل اللي عمله قبل كده لا يحفظه مش مخزنه له مش مرأد له لا لا يصرب الرأفة زي يكثر الغفران بيفرح وهو بيسامح يعود يرحمنا يعني ايه تاني في رحمة يدوس اثامنا يدوس على الخطيئة يدوس كده وتطرح في اعماق البحر جميع خطاياه القد ما وعد الغفران ده مبهج جدا وكلنا في وقت بتبقى ضمائرنا مسقلة وكتير من الناس بعد ما بتكبر ببقى شريط الزكريات مرهق تلاقي الواحد على كبر ازاي ان عملت كده في يوم الايام ازاي كل الغلط ده في حياتي بساعة السيطان يدخل من الباب ده عشان ايه يلبسك الموت تعبير الكنيسة ايه تذكر الشر الايه ملبس الموت فتلاقي شريط الزكريات مرهق جدا خطايا عش اول من اخر خطايا تكسف طبعا وديها فين ده كله استنى في وعد ربنا مش بيجذب بيسامح بجد ويوم ما تقابله ما تفتكرش هتبصلك ويقولك تعال اقولك بقى عملت ايه ما خلاص ما فيش اقولك حبيبي الحاجات دي تشالت مش موجودة في رصيدك هيجي اليوم ابدا ليقف قدامك المسيح ويعيارك ويفتح صفحات اتقطعت اساسة اترمت في البحر العجل الدهبي يوم ما كسروه نطروه وذروه في الماء عشان ما يبقلوش قسار عشان تختفي الخطيئة تعرفش تلاقي لها اثر تاني خطيئة كترة ربنا بيشيلها حدش يعرف يرجعها تاني اذا وعد الغفران مريح اوي ولكنه مشروط مشروط بحاجات سهلة على فكرة صدقوني على قد ما هو مكلف المسيح كتير اوي على قد ما المطلوب مش كتير اول كلمة ايه صدق صدق اللي انا بقوله لك دلوقت صدق قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا صدق ان المسيح دفع التمن وصدق ان الهنا يكسر الغفران وصدق لما ترجع بيت ابوك هياخدك في حضنه وصدق ان مهما كانت خطاياك كالقرمص تبيض وتصير كالتالك صدق بدل ما صدق تعال اقول سامحني تعال بكي تعال اقول اذكرني تعال اقف ساكد بس مكسوب تعال اعمل اي حاجة من اللي بيعملوها الجدعان دول السطرين الفلحين دول اعمل سامرية اعمل مخلع اعمل زكة اعمل اي واحد من دول هتكسب يبقى الموضوع مش صعب التوبة ملهاش جملة واحدة ولا فكرة واحدة التوبة مش عدد مطنيات معين ولا عدد مزامير معين التوبة موقف بيقول انا بحبك رب ومكسوف منك خلاص غفرت خطاياها الكثيرة لانها ايه احبت كثير لانسى مرة واحد جاء اعترف في سن السبعين لا اول مرة في حياته فكان خايف جدا مش فاهم بقى الاعتراف ده شكله ايه فقال لي بص انا ما بعرفش اعترف قلت له ما حصلش حاجة قال لي طب بس انا وحش قلت له انا كمان قال لي طب هقول ايه قلت له اللي رايحك اللي ما مش عارف اقول حاجة قلت له طب خطايا قال لي كل حاجة كل حاجة قلت له طب انا عندي سؤال بتحب ربنا انا حافظ من ربنا وغفران عاوز حب لقيته عايت وقال لي بحبه اوه قلت له خلاص هتراسك قال لي خلاص قلت له خلاص قال لي والتفاصيل قلت له انا مالي بالتفاصيل مش هو ربنا اللي بيدفع وانا اللي بيدفع مش لازم تفاصيل خلاص انت بتحبه اللي بحبه اوه تقول له اخداص انا مش عاوز اكتر من كده يوم بطرس قال لي المسيح انت تعلم اني احبك ما قالوش الانكار كم مرة ولي عملت كده ما جبناش سير التفاصيل خلاص يبقى هنا التوبة سهلة مش صعبة جنب التوبة جهاد يعني ايه كل مرة المسيح يدي غفران بيقول نفس التعبير بلاش تغلط تاني كل مرة ما عندوش وصية اخرى غير كده بلاش يا حبيب السكة دي بلاش يا ابني تطلع بره البيت تاني بلاش يا بنتي تروح السكة دي تاني طب يرجع تاني بعد ما راح نفس الجمل لا تعود تخطئ ايضا طب وانا في الادانة لا لا يحلك لا تعود تخطئ ايضا ما فيش غيرها ما فيش غير بس اعمله يبقى ده اللي بنسميه الجهاد يعني ايه طب ما تحاول لما بتحاول بتقول له فعلا بحبك بتقول له فعلا انا مقدر الغفران بالمحاولة تقدير الغفران بيبان في الجهاد والمحاولة وعد الغفران مشروط بانك انت تبطل ايدانا ليه طول ما انت بتحكم على الناس انت مش تايب انت اخطيت في التعبير الصعب اللي هقوله ده ما تستهلش الغفران مش لان خطايات كتيرة لانك بتحكم على اخواتك ده موقف الابن الاكبر بتاع الحد الجاي هو ليه ما دخلش البيت ليه ما استهلش الغفران تم اخوه عميله اسوأ منه بس لانه مش راضي يسامح اخوه انه بياخدوا موقف الديان مش موقف التائب فاياك من موقف الادانة والقضاء لا خليك طول حياتك واخد موقف التائب لا تدينوا فلا تدانوا لا تقدوا على احد فلا يقضى عليكم اخفروا يخفر لكم اذا هنا الحب للناس والتسامح مع الناس دشرت اساسي للغفران توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم كي تأتي اوقات الفرق من واقه الرب في ناس يقول لكم مش يفرقها بقى الفرق مرتبط بالتوب موضوع بسيط هيفرقها بس يفرقها لما التوب الفرق بيجي بالتوب ببساطة لما ربنا بيشد علينا والدنيا بيضيق علينا معناها حبيبي توب خليها توف رج خلي السامة تفتح خلي الناس ترجع على ربنا كل غصن فيها لا يأتي بصمر ينزعوا اذا التوبة محتاجة صمر صنعوا اصمارا طليق بالتوبة لما تبقى تايب لسه هتطلع القرش بحساب بعد ما خدت غفران هذا تمنه هتأثر على الفقرة لسه هتعيش بخيل بعد ما اخدت سماء سماء ما تفوقت التمن ما تستهلهاس اعمل اصمار طليق بالتوبة روح حب الناس بقى روح وصل النعمة الجميلة دي روح قول للناس قد ايه ربنا طيب وحل اعمل زي السامرية العقلب اللي لما قدرت قد ايه الغفران غالي ثابت الجرة وقالت لازم اجيب العالم كله وفرحت ربنا اقوى خادم هو التائب اللي بيتوب من قلبه مش هقول بقى عن فرح الغفران وما اجمله لحظة خروج الانسان من سجن لحظة رفع الحكم بالاعدام والسيف من على رقبته رحظة الساتر بعد العري لحظة النضافة والنقاوة بعد النجاسة والبهدلة ما اجمله سعادة الخاطي وهو بيسمع مغفورة لك خطاياك سعادة الخاطي وهو داخل على السماء بعد كل الهيستوري ده ويفاجأ ان اسمه مكتوبه داخل على السماء ما فيش سعادة زي كده لسان كده اقول لكم هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكتر من تسعة وتسعين بار لا يحتاجون الى التوب طبعا فيه اباء فهموها يظنون انهم ابرار لا يحتاجون الى توب لانه هو مين مش محتاج توبة ولسه القديس يحنى بيقول لنا ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كذبا يبقى كلنا محتاجين توبة فدول ما يفرحوش ربنا اللي جايين القدس مش حاسين بخجل ما يفرحوش السماء واحد بس يدخل القدس مكسوف من ربنا يفرح السماء كله ابني كان ميتا في عاش فرحة الحياة بعد الموت تخيل فرحة مريم ومرسة لما العذر وقف قدامهم تتوصف ازاي الفرحة دي دي فرحة الغفران ان واحد مات وقام مش ممكن يعبر عن الفرح ده بأي تعبيرات أرضية السامرية لما قالت هلوم منظروا انسانا قال لي كل ما فعلت من كتر فرحتها بالغفران فضحت نفسها وكشفت كل الماضي في جملة ومش فرق معا من كتر سعادتها بالغفران مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم طب دي دول مش خطاء دول ولا اي لا دول خطاء كلهم خطاء دول اسمهم مفدي الرب يعني مدفوعين التمن عشان كده يقول تهاجن وفرح يدري كانهم ويهرب الحزن والتناهد فيس حزن تاني ليه زمان الحزن دلوقت حزن على الخطيه حزن التوبة الحلم إذن وعد الغفران يحتاج إلى أنك تتأكد أنه مش ممكن حد يصلح اللي فاد غير رباني مش ممكن حد يغطي على اللي فاد غير رباني مش ممكن حد يمسح اللي فاد غير رباني مش ممكن واحد يطلعك براءة بعد كل اللي عملته غير رباني لازم تفهمها وبالتالي ليس اسم آخر تحت السماء بهي ينبغي أنه أن نخلص نادبة على رباني يا رب يسوع المسيح ما فيس غيرك ارحمني نادي عليه كتير عشان بالمسيح واحد الغفران كمان التأمل تحتاج أن تتأمل يا رب تكتر خيرك بجد هتناول بعد كل اللي أنا عملته ده كتير يا رب ده الملايكة ما بيتناولوش وأنا بعد كل الغلط ده ألمس جسدك ودمك وتقول لي معلش تعالى تقدمه إيه ده تطيبة دي كلها وبعدين تفضل تكتر في التوبة يعني إيه التوبة مش لحظة ولا يوم توبة موقف دائم لي طول الوقت تقول له مكسوف منك يا رب لما داود يقول خطيتي أمامي ده مش مكتئب ده هو مكسوف بقيت عمره إنه يا رب كتير اللي أنت عملته معايا وده ما يعطلش الفرح كمان تبقى متمسك بالغفران لا تعود تخطئ أيضا مش عاوز أغلق تاني مش عاوز أوسع خدومي تاني مش عاوز أزع على أبويا تاني مش عاوز أتبهدل البهدالة اللي شفتها تاني كفاية كتب وأخيرا تكرز بالغفران زي ما قلنا في بداية الوعود لما تدوق الوعد تبقى نفسك توصله للناس كل الناس اللي ما تعرفش المسيح عليها ديون متلتلة عليها خطايا جبال عليها أحمال نفسية وروحية تهد أي إنسان غلبانين جدا طب مش تروح تقولهم إن فيه غفران بس يتعلقوا بصاحب الغفران أختم بديل قديس بوليس اللداء الغفران في أجمل سور وبعد عيش التفترة وتجديف ولخبطة قال أشكر المسيح يا سواء ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إسجعني للخدمة أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومطهدا ومفتريا بيعترف علنا تعترفان ولكنني رحمت تأكد من الغفران لأني فعلت بجهل في عدم إيمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا النعمة هنا غفران غفران كبير قوي اللي يغطي ده كله كل التجديف والاضطهاد والافترة مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاط الذين أولهم أنا ينفع تقول الخطاط الذين أولهم أنا بعدما تبقى خادم بعدما تبقى قديس هتفضل تقول زي بولس الخطاط الذين أولهم أنا ولكني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح فيه أنا أولا كل أنات مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية ربنا يدينا متعة الغفران وحلاوة الغفران تعالوا اللي أسبوع ده على الأقل كل يوم نقول مرات ومرات أشكرك يا رب لأنك سمحتني أنت بتقول كتير يا ربي يسوع المسيح ارحمني حط جنبها مرات ومرات أشكرك يا رب إنك مسامحني عشان تفكر نفسك بحلاوة الغفران لإلهنا كل ما جده كرم تفضل نصل